بات رافضوا التطعيم يشكلون التهديد الأكبر للعالم مع متحور دلتا الذي أصبح يوسع من جغرافية انتشاره بفضل هؤلاء الولايات المتحدة مثلا تواجه خطرا في ازدياد أعداد إصابات كورونا لتصل إلى 200 ألف إصابة في اليوم الواحد هذا الارتفاع من الممكن أن يبدأ خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة القادمة بحسب نيويورك تايمز اجتياح متحور دلتا للولايات المتحدة وأيضا دول أوروبا لن يتسبب بزيادة الوفيات بين غير المطاعمين لكنه سيؤثر على المطاعمين أيضا من ناحية أنهم قد يؤثرون على عودة الموظفين إلى العمل من مكاتبهم إضافة إلى أنها ستتعارض بشكل مباشر مع إعادة فتح المدارس وقد تؤدي إلى أبعد من ذلك وهو إعادة فرض الإغلاق عملية امتناع شريحة من الأشخاص عن التطعيم في دول من العالم تقف خلفها أسباب عدة على رأسها نظرية المؤامرة ومن يربطون الجائحة بتصفيات أو اتفاقيات سياسية بحسب وجهة نظرهم فيما البعض الآخر يرفض التطعيم بسبب نشر عشرات المواقع لمعلومات خاطئة ومغالطة عن اللقاحات لصد الأمريكيين وغيرهم أيضا عن التوجه إلى مراكز التطعيم ومواجهة سلالة دلتا التي تشكل قوة عداوتها دلتا أشد بثماني مرات مقارة بقوة عدوى فيروس كورونا الأصلي المفوضية الأوروبية ومركز مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها في أمريكا دعو الأوروبيين والأمريكيين إلى التوجه لمراكز التطعيم وتلقي لقاح كورونا لمواجهة التفشي السريع لسلالة دلتا